مرحباً في بعض الجامعات والمعاهد العليا تتم الدراسة بالاستعانة قليلاً أو كثيراً بالتقنية الرقمية بصورة مكثفة توفر العديد من الجامعات والمعاهد العليا المواد التدريبية في الأشكال الرقمية عن طريق ما يسمى منصة التعلم لإتاحة الدراسة الذاتية والإمكانية الأخرى هي استخدام أشرط الفيديو التعليمية لتحضير المادة العلمية قبل الدرس أو بعد المحاضرة بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من الجامعات والمعاهد العليا تقوم بإجراء الاختبارات الإلكترونية ويستخدمون الأجهزة الرقمية في الفصول الدراسية إذا كانت هذه المواد الرقمية متاحة ومعروضة رسميا للطلبة فإن الجامعات تضمن الجودة العالية لهذه المادة إن الاستخدام الأوسع انتشارا في نطاق التعليم الرقمي هو المحاضرات عبر الإنترنت هنا يمكن للطلاب التعلم تماما عبر الإنترنت وأيضا إجراء الامتحانات المطلوبة ولكن وجب الحذر يتطلب التعلم عبر الإنترنت انطباطا ذاتيا عاليا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة